بيّن عليه الصلاة والسلام بأن المصدق للساحر فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسحر على أنواع سحر حقيقي وسحر تخييل سحر حقيقي وسحر تخييل وأما السحر الحقيقي فمنهما هو شرك بالله رب العالمين حينما يتقرب الساحر إلى الجن والشياطين بالذبح أو الاستغاثة أو الاستعانة ومنهما هو كبير من كبائر الذنوب إذا كان من جملة التدخينات والعقاقير وشيء من هذا القبيل وذكروا من جملة ذلك ما يسمى بخفة اليد وهذه الألعاب التي فيها خفة قالوا هذا من جملة السحر الذي يمثل كبير من كبائر الذنوب